السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حول ملف من local لcentral وده يفدني كتير في ان احنا كلنا نشغل مع بعض في نفس الوقت طيب انا هدوس هنا على worksit او من كل بريت هدوس على worksit بيقول لي هيعمل ايه بيقول لي كل الشغل الليفلات والجريد هحطوا على worksit اسمها shared level and grade واي شغلة تاني هحطوا على worksit 1 بعد كده تقدر تسمي اسامي كتير مختلف فهو اللي اوكي كده هو يعمل لي اتنين worksit افتراضيين وانت بعد كده تبدأ تحط كل حاجة على worksit اللي انت عايزة وتقدر تنشئ worksit جديد هو خلاني انا owner وهنا البرورث لو حد مسترف مني حاجة تمام هقول له مثلا ان عايزة احط هنا الولز وتقدر تسميها بالعربي بالانجليزي ممكن تخلي مثلا هنا بأسامي الاشخاص ده worksit بتاعت احمد ده worksit بتاعت محمد وهكذا تقدر تعمل worksit تانية تسميها مثلا فرنت شار او تسميها كولوم او تسميها فلور زي ما انت عايزة وممكن تسميها بالدور الاول والدور التاني والدور التالت وهكذا بيقول لي عايز سمي الفلور دي الفلور تخليها هي الاكتف worksit هقول له نو وخلينا شغلنا على worksit one طيب ممكن بعد كده تعمل select all وفلتر واقول له انا عايز بس الول بس وممكن اخد معايا curtain لو انا حابب لو انت حابب يعني تمام طيب الول ممكن اقول له دي على worksit اللي اسمها walls خلاص هي كده لما اتعلم على الول هتروح على هتلاقي على worksit اللي اسمها wall وممكن تعمل select تاني وفلتر وتقول له انا عايز الفلور الفلور دي هتحطه على worksit floor او يعني التقسيمة دي زي ما انتعايز حسب ما المكتب بيحب ان هو يقسم الشغل تمام كده احنا عملنا worksit لما تيجي بقى تعمل save تمام وخليناها مثلا save على desktop خش هنا في option هتلاقي انتعايز can backup خليها مثلا 3 تمام براحتك انا عطيت انتخليها يعني ممكن 3 4 5 زي ما انتعايز عايز اين صورة هي اللي تبقى موجودة في الصورة المصغرة اللي بتعمل select ممكن تخليها اي واحدة من هنا تمام وخليها يعمل updated وال worksit ممكن تقول لو انا عايز all او last view او specify خليها مثلا اقول open worksit default تمام خلاص دي كده اصبحت هي worksit الاساسية او هو ده ملفها central يبقى لازم نقف الملف بتاعنا ونجي نفتحه تاني كده انت شغال central ما يفعش حد يشتغل بعك في نفس الوقت كده احنا لسه ما عملناش حاجة لازم اقفل خالص واجه هنا open واختار الملف بتاعي طيب لازم تقول له create new local لو انت شغال العلامة دي بقى تفسحه كسنتر او دايما لك مشكلة يبقى لازم create new local هنا detach from central تمام ده لو انت عايز تعمل copy منه منفاصل وما فيش لينك بينه وبينك يعني لو عدلت على الملف اللي انت هتفتحه بعد ما دست ده مش هيعمل update او تحديث للملف ده طيب في حاجة مهمة جدا جدا يكون هو ده سبب ان انا عايز اعمل فيديو لو جيت هنا ممكن تقول له انا عايز افتح الحاجات اللي انا بس قادر اعملها ايدي تابول او عايز افتح last viewed او عايز افتح specify specify هيبدأ يجيبلي open يقول لي اختار الworkset اللي انت عايزها فانا ممكن من قبل ما افتح اقول له ايه الworkset اللي اسمها في الورز دي انا مش عايزة الworkset اللي اسمها والد دي انا مش عايزة او بتقول له مثلا الlevel هي اللي انا مش عايزة والfloor هي اللي انا عايزة ده اختيار بحس ان لو فيه جزء كبير انت مش هتشعر عليه و هتقالك الشغل فممكن تختار من الاول و بيخلي الملف يتفلح معك اسرع و الشغل بتاعك بيبقى اسرع طبعا لاحظت ان الجريدات مش موجودة طبعا الاختارات ده ما مختاروش بس انا بس عشان اوريك ان انت تقدر تخفي او تلغي اي ووركسيت ان دايقاك او فيها مشاكل تمام او ممكن تيجي هنا تقول له open يبدأوا يظهروا عادي خالص طيب لو فيه فيو عايز تلغي الوركسيت انا محبس ان انا اتحكم في الموضوع من الوركسيت بس تدر تيجي هنا من الوركسيت وتخلي هنا مدى الفيزابول بتخليها show او hide او use global setting use global setting يعني عن الافتراض بتاعه فانت ممكن تقوله show او hide زي ما انت عايز الخاص بيه الview ده لان الview تبقى خاص بالview ده بس ترجمة نانسي قنقر